بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مدتنا التدخل المبكر للفصل الدراسي الثاني عنوان لقاء اليوم اضطرابات اللغة والكلام أهداف لقاءنا لهذا اليوم سوف نتعرف سويا على مفهوم اضطرابات اللغة والكلام وكذلك تطور النمو اللغوي للطفل تعتبر اللغة وسيلة أساسية من وسائل الاتصال والاجتماعي بين الآخرين وخاصة في التعبير عن الذات وفهم الآخرين كما أنها وسيلة مهمة من وسائل النمو العقلي والمعرف والانفعالي والفلغة عبارة عن نظام من الرموز يمثل المعاني المختلفة والتي تسير وفق قواعد معينة هناك نوعان للغة هناك لغة لفظية يقصد بها الكلام وهناك لغة غير لفظية يقصد بها الإيماءات تعابير الوجه حركة اليدين ويتطلب التواصل باستخدام ماذا نحتاج من أجل التواصل مع الآخرين استخدام اللغة والكلام وإرسال رسائل لفظية ذات معنى واستقبال هذه الرسائل إذن عملية التواصل تحتاج إلى مرسل ومستقبل ووسيلة للاتصال وسيلة ماذا؟ وسيلة اتصال اللغة هي مجموعة من الرموز والقواعد المتفق عليها اجتماعيا لاستخدامها ما هو الهدف من استخدام اللغة لإيصال الأفكار والمعلومات بين الأفراد نريد الآن أن أعدد من هم فئات التربية الخاصة من هم الأطفال الذين يحتاجون إلى برامج التربية الخاصة والخدمات المساندة والخدمات الدائمة نعم أولا الإعاقة الفكرية الإعاقة البصرية الإعاقة السمعية الطراب طيف التوحد رائع الصم والمكفوفين تعدد العواق ممتاز واضطرابات السلوكية والانفعالية اليوم سوف نتعرف على فئة من فئات التربية الخاصة وهم اضطرابات اللغة والكلام الطفل الذي يعاني من اضطراب في اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية أو اضطراب بالكلام يحتاج الطفل إلى خدمات التربية الخاصة والخدمات المنساندة ومن أهم خدمة يحتاجها الطفل أخصائي التخاطب والنطق نريد الآن أن أعرف مفهوم اضطرابات اللغة والكلام هو اضطراب بنحوط أشاهده وأسمعه في اللغة التعبيرية أو الاستقبالية هنا اللغة نوعين لغة تعبيرية يتلفظ بها الطفل ولغة استقبالية ماذا تعني؟ تعني استماع الطفل للتعليمات التي يطلب منه أو المهام التي يطلب منه أو اضطراب أيضا في الكلام ويقصد بالكلام النطق الطلاقة الصوت الأمر الذي يجعل الطالب بحاجة إلى برامج علاجية أو تربوية خاصة بسبب اضطراب اللغة والكلام هذا هو مفهومي لاضطراب اللغة والكلام أريد الآن أن أعرف الفرق بين اضطراب اللغة والاضطراب الكلام هل يوجد فرق؟ نعم يوجد فرق اضطرابات اللغة هي الاضطرابات المتعلقة باستقبال اللغة فهما كيف يستمع الطفل للتعليمات أو التعبير بها أو الاضطرابات المتعلقة باتباع اللغوي وتنظيم جملة وراء جملة أخرى والقواعد والتركيب اللغوية وصوت الحرف أو صوت الكلمة هذا هو مفهومي لاضطرابات اللغة اضطرابات في اللغة التعبيرية واللغة الاستقبالية نأتي الآن إلى اضطرابات الكلام عبارة عن خلل في الصوت أو لفظ الأصوات الكلامية أو في الطلاقة النطقية وهذا الخلل يتم ملاحظة بتاء أثناء ارسال واستخدام الرموز اللفظية معاناة بعض الأطفال من متاعب في النطق لبعض الكلمات إذن هناك فرق بين اضطراب اللغة واضطراب الكلام نأتي الآن إلى نقطة جدا مهمة يجب أن تعرف الأم مراحل تطور النمو اللغوي للطفل أول مرحلة سوف نتعرف على خمس مراحل أول مرحلة الصراخ الصراخ دائما يحدث نتيجة لاستجابات الطفل الإنفعالية ألم في جسم الطفل يبدأ بالصراخ الجوع يبدأ بالصراخ الخوف يبدأ الطفل هنا بالصراخ أول مرحلة هي الصراخ ثاني مرحلة المناغة تبدأ في الأشهر الأولى من عمر الطفل يبدأ الطفل بتحريك الشفاء وتحريك اللسان من أجل مرحلة المناغة في هذه المرحلة لا يحتاج الطفل إلى ماذا أحسنتم حاسة السم إذن السم غير مهم في هذه المرحلة فالأطفال ذوي الإعاقة السمعية أو الطفل الأصم دائما ماذا يناغي إذن المناغة لا تعني أن الطفل سليم من الناحية السمعية نأتي إلى المرحلة الثالثة التلفظ واللغو ما معنى هذه المرحلة يبدأ الطفل هنا باستجابات بتحريك اليدين والأرجل عندما شاهدت لعبة عندما شاهدت وجه أمه يبدأ الطفل باستجابات وإيماءات في هذه المرحلة في هذه المرحلة يبدأ ماذا يوضح للأم سلامة الجهاز العصبي ومراكز الحس في أي مرحلة في المرحلة الثالثة التلفظ واللغو ويكون عمر الطفل تقريبا تسعة أشهر تقليد الأصوات في هذه المرحلة يبدأ الطفل بتقليد الأصوات التي يسمعها سواء يفهمها أو غير واضحة لدى الطفل يبدأ الطفل بتكرير الصوت ماما بابا بتكرير المرحلة الأخيرة وهي المرحلة المهمة ونبدأ هنا في هذه المرحلة دائما بالخطط العلاجية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات في اللغة والكلام مرحلة النطق والكلام في هذه المرحلة يبدأ الطفل بالنطق كلمة واحدة ينطق الطفل كلمة واحدة بعد عامه الثاني بعد عامه الثاني ويبدأ أن يكون جملة أيضا من كلمتين مثل ماذا؟ كلمة كرة يبدأ الطفل بشي يقول كرة رائع أيضا ماذا يقول أعطني الكرة هات الكرة في هذه المرحلة مرحلة النطق والكلام إذن تعرفت على مراحل النمو اللغوي للطفل هنا شريحة جدا مهمة لأخصائيات التخاطب والنطق كذلك للوالدين معرفة مخارج الحروف أين يطلع صوت أو يظهر صوت الحروف الحلقية أين هنا مكانها أين يظهر الحروف الهوائية الوا الآ الياء دائما أعلم الطفل صوت الحرف أكثر من اسم الحرف الآن مهارة تقوم بها الأن في المنزل دائما أستخدم الوسائل المحسوسة الوسائل التعليمية التي حولنا في البيئة مثال هنا الطفل يعرف أسماء الحيوانات أطلب من الطفل أن يعطيني حيوان الحصان أين الحصان يا نورة أين الحصان تستخرج نور الحصان أطلب منها هنا تأكدت أن الطفل في اللغة الاستقبالية ممتاز أعطاني ونفذ الطلب لغة تعبيرية ما لون الحصان يا نورة ما لونه أحسنتي بني لونه بني رائع وأطبق في باقي الحيوانات التي أمامي أعطيني نورة البقرة أين البقرة وأطلب من نورة أن تقول صوت البقر تستخرج الطفل البقر أذكر لها ما لون البقر أذكر لي لون بقر أبيض وأيضا يوجد على جسمها ماذا اللون الأسود ممتاز أزيد من إثراء اللغوي للطفل ماذا نستخرج من البقر نستخرج حليبها ونشرب الحليب ونستعمل ماذا لحمها ممتاز هذه أهم الاستراتيجيات التي أنفذها فط مع الطفل الذي يعاني من اضطراب في اللغة والكلام باستخدام الوسائل القريبة من البيئة لزيادة الإثراء اللغوي للطفل وفي نهاية لقاءنا اليوم أشكر لكم حسن تفاعلكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا